التي تحول بين عملية التزاوج واللقاح ألا وهي الريش الموجود في فتحة الذكر أو الأنثى فيجب عليك في موسم التزاوج قص هذا الريش الموجود حول فتح إخراج عند الذكر والأنثى وذلك لضمان إمام عملية التزاوج واللقاح وأن لا يحول بين وصول الحيوانات المنوية ذلك الريش الكثيف فبإمكاننا أن نقوم بقصه أو أن نقوم بنتف هذا الريش عن فتحة الإخراج فبعض الطيور يكون الريش عندها كثيفا جدا عند فتحة الإخراج وهذا ما يكون حائلا وسببا من أسباب البيض غير المخصب هذا الريش الكثيف الذي يكون عند فتحة الإخراج عند الذكر أو الأنثى قم بذلك العمل مع جميع أنواع البابغوات والعصافير التي يحدث عندها بيض فارغ وبيض غير مخصب من أسباب البيض غير المخصب أيضا أظافر الذكر الطويلة هذه الأظافر الطويلة قد تتأذى منها الأنثى وقد تحول بين الذكر وبين إتمام عملية اللقاح يجب عليك كل ستة أشهر أن تقوم بقص الأظافر للطيور والبابغوات وإذا أردت معرفة ذلك وكيفية قص الأظافر سوف أترك لكم الرابط في وصف الفيديو فتابعونا ولا تنسوا الأعجاب والاشتراك تشجيعا لنا سنسعد بأعجابك وتعليقك واشتراكك في القناة